موسيقى نشرة مفصلة من الميادين أهلا بكم وفي عنوينها موسيقى شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال مخيمي الشاطئ وانصيرات ومعارك عنيفة وسط قطاع غزة وهنية يؤكد أن استشهاد سبعة من أبنائه وأحفاده لن يمنح الاحتلال إنجازا في المفاوضات موسيقى بايدن يتحدث عن وجود مقترح أمريكي للهدنة على الطاولة ويدعو حماس إلى قبوله ورئيس القيادة المركزية الأمريكية في تل أبيب اليوم نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى أربع عمليات عسكرية القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف أربع صفن إسرائيلية وأمريكية في خليج عدن وعدوان أمريكي بريطاني بأربع غارات شمال غربي مدينة الحديدة مصادر لبنانية مطلعة تؤكد للميادين أن الصير في اللبناني محمد سرور تعرض بعد اختطافه للتعذيب الشديد على أيدي عناصر من الموساد قبل اغتياله الرئيس الأمريكي يجدد استعداد إدارته لإجراء محادثات مع بيونج يانج من دون شروط مسبقة وزعيم كوريا الشمالية يعتبر أن الوقت حان للإستعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى تشهد مناطق المغراقة والزهراء في وسط قطاع غزة اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وفق ما أفاد مراسلنا فيما يسجل قتال مستمر شمال مخيم صيرات وسط القطاع وأفاد مراسلنا باستشهاد خمسة فلسطينيين وجرح عدد آخر في قصف استهدف مدرسة وعمارة سكنية بمخيم سيرات الذي تعرض أيضا إلى قصف مدفعي وجوي عنيف وفي مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة ارتقى شهداني في قصف زوارق الاحتلال الحربية وينضم إلينا من رفح جنوب قطاع غزة مراسلنا أكرم دلول نرحبك أكرم نسأل عن آخر وأبرز التطورات حتى هذه اللحظة في قطاع غزة كيف تبدو التطورات الأبرز دينة تتعلق بالذي يجري في منطقة مخيم أنصيرات وسط قطاع غزة بحيث أن هذا المخيم والذي يعتبر واحد من أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ويأوي الآن عشرات آلاف النازحين تعرض ليلة الماضية إلى قصف جوي وبري وبحري عنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي القصف الإسرائيلي كان عبارة عن أحزمة نارية سادفت مناطق وأحياء سكانية والحديث يدور عن أعداد من الشهداء تحديدا في شمال مخيم أنصيرات مناطق الدعوة وأرض المفتي ومحيط شركة توليد الكهرباء الحديث يدور أيضا عن قصف بالمدفعية هذا القصف يبدو عنيفا وقد طال صباحا هذا اليوم إحدى مدارس وكالة الأنروة التي تأوي الآلاف من النازحين وكان هناك شهداء وجرحة كذلك تم تدمير مزيد من الأبراج السكنية في منطقة مخيم أنصيرات تحديدا أبراج الصالحي وهذه الأبراج التي ارتقى فيها صباحا اليوم أو بالأحرى قبل ما يربو عن ساعة من الآن خمسة من الشهداء ثلاثة منهم من الأطفال بعد القصف الذي سادف إحدى الشقاق السكنية هذه الأبراج كان جيش الاحتلال قد دمرها أو دمر معظمها بالأحرى أثناء عملية التوغل على مخيمي لبريج والمغازي وبالتالي بقي بعض هذه الأبراج يعني لم يسقط وجيش الاحتلال أسقط واحدا منها على الأقل خلال القصف المستمر بالمناسبة على مخيم أنصيرات كذلك تم استهداف مساجد تم استهداف منازل التركيز الآن على المنطقة الشمالية من مخيم أنصيرات تدور اشتباكات كبيرة وفق المعلومات وللتوكن على تواصل مع بعض الأقارب في هذه المناطق هناك اشتباكات تحديدا بالقرب من جزر وادي غزة من ناحية شارع الرشيد غربا المقاومة تتصدى لعملية التوغل من قبل جيش الاحتلال انطلاقا من محررة نتساريم حيث تتمركز الدبابات الإسرائيلية في هذا المحور وبالتالي جيش الاحتلال دخل إلى الأطراف الشمالية من مخيم أنصيرات انطلاقا من منطقتين المغراقة والزهراء هناك اشتباكات مستمرة الآن بحسب المصادر اشتباكات كبيرة في شمال مخيم أنصيرات كل ذلك يأتي في غمرة الإعلان الإسرائيلي عن بدء جيش الاحتلال تنفيذ عملية برية في ضواحي شمال مخيم أنصيرات لا يعلم مآلات الأمور أو مقبل الساعات ما الذي سيحمله على اعتبار أن مخيم أنصيرات كما أشرت يعج باللاجئين والنازحين والمواطنين وبالتالي أي غارة أو قصف إسرائيلي سيؤدي إلى ارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء كذلك أيضا يتم إطلاق قنابل أو قذائب فسفور باتجاه الأطراف الشمالية والشرقية من مخيم أنصيرات وهذا يشي وفق التجارب السابقة عن نوايا إسرائيلية لمحاولة التوغل أو التقدم باتجاه هذه المنطقة المنطقة الوسطى أيضا في الساعات الماضية شهدت إطلاق رشاقات صاروخية كبيرة من قبل المقاومة الفلسطينية باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية وفق الإعلام الإسرائيلي صافرات الإنذار لم تدوي أو القبة الحديدية لم تتمكن من اعتراض هذه الصواريخ وبالتالي هذه ربما رسالة بالنار من قبل المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي لا سيما في ظل ما يسعى إلي الاحتلال من ضغط على المقاومة وقادة المقاومة للحصول على ما عجز عن الحصول عليه في أروقة الميدان ومن خلال تصعيد العدوان عبر السهداف أبناء القيادات الفلسطينية على غرار ما جرى مع الشهداء الثلاثة أبناء السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس كذلك بقية مناطق قطاع غزة كانت على موعد مع القصف الإسرائيلي مدينة غزة فيها تم استهداف عدد من المنازل في حي الزيتون ومنطقة الشاطئ تعرضت أيضا إلى وابل من قذائف أطلقتها الزوارق الحربية الأمر الذي أدى إلى استشاد مواطنين على الأقل وشمال قطاع غزة أيضا كان على موعد مع قصف مدفعي مستمر حتى الساعة إلى جانب الغارات الجوية في خانيونس لا تزال عمليات البحث عن شهداء وأيضا مفقودين مستمرة بعد الانسحاب الإسرائيلي قبل قرابة خمسة أيام الحديث يدور عن عائلات بأكملها أبادها الجيش الإسرائيلي وهي داخل منازلها مسالة تحت الركام تفتقر طواقم الدفاع المدني لإمكانيات الوصول إليها وبالتالي جددت خلال الساعات الماضية طواقم الدفاع المدني مناشداتها والصغاثاتها بضرورة إدخال الآليات وأيضا المستلزمات اللازمة لإزالة الركام وبالتالي الوصول إلى الشهداء رفع أيضا كانت على موعد مع القصف في ثاني أيام عيد الفطر المبارك إذن العدوان على ما هو عليه 122 شهيد دينا وصلوا خلال الساعات الماضية إلى مشافي قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر جوا وبرا وبحرا كما أشرت للأسف أكرم هذا هو الوضع في قطاع غزة شكرا جزيلا لك الزميل أكرم دلول على كل هذه التفاصيل وهذه المعطيات كشف الانزحاب الإسرائيلي من خان يونس في جلوب قطاع غزة عن حجم دمار لا يوصف مراسلنا أحمد غانم جال في منطقة بنسهيلة في المنطقة الشرقية لخان يونس ورصد حجم الدمار الهائل وستطلع صمود الناس أنا هنا في منطقة بنسهيلة وتحديدا في قلب المنطقة الشرقية لخان يونس خلف كان هنا ميدان العلم الذي أقامته المقاومة الفلسطينية تخليدا لذكرى عملية كمين العلم التي أوقعت عددا من القتل الإسرائيليين الجنود الإسرائيليين على الحدود الشرقية لخان يونس هذا المكان أضحى كما تشاهدون دمارا كبيرا دمارا لا يوصف الجيش الإسرائيلي دمر هذه المنطقة بشكل كامل المنازل جميعها دمرت الشوارع أضحت بلا معالم كثير من الناس جاءوا إلى هنا للبحث عن منازلهم ولكنهم لم يعرفوا أين هذه المنازل مصدومين على الآخر ولا ما ضال فينا حين نقف على رجلنا لما شفنا الإشي هذا الدمار أنت أفاكر عمارة تكون إليها 50-60 سنة مبنية نيجي نلاقيها كوم والحرام اللي بيصير فينا هذا ابني أسيتها تزوره ابني عمره سنة متوفي سنتين ونص ماليش تسعة شهور متوفي ولا ما عرفت جبره حتى المية مسلم منها الحرام والله ما عرفت جبره ابني ما عرفت جبره مقبرة هيك تكون ومحجرة عبادها حرام الإشي اللي بيصير فينا وابني كان توجيه السنة كنت بتضفرح فيه أساسا ينجح وعمله حفل التكريم وكل إشي راح ولا إشي يضل لنا ولا أي إشي عاد كثير من الناس لتفقد منازلهم في هذا المكان وتحديدا في زاوية أخرى من منطقة بني سهيلة في قلب المنطقة الشرقية يعطيك العافية العافية كيف الوضع؟ والله الوضع طلع الدمار شامل في بلاد طلع حولين الدور يعني بنسلة كانت عامرة بمناطقها وبغرادها بس دمار طلع كيف الدمار حرتنا راحت كل الدنيا مبادوها بيد يا زلم بدهم الدمار أنا قل بقول بدهم دمار بس هم مف بس طلعين للدمار مش طلعين لحاج غريها مهما فعل الاحتلال الإسرائيلي في الشعب الفلسطيني من دمار وتهجير وتكسير وخرابد البيوت والمحلات وكل شيء في قطاع غزة لن ولن يهز شعره من أي مش من أي رجل من أي طفل فلسطيني ولن يخسر إرادتنا وبإذن الله تعالى مع المقاومة وكل التحية لأفراد المقاومة لم تكن هذه المنازل مجرد حجارة بل كانت ملأة بالذكريات والأحلام داستها جنازير الدبابات الإسرائيلية وأتت على كل أحلام هذه العوائل التي عادت لتصطم بكثير من مشاهد الدمار والخراب من منطقة بنس هيلا في المنطقة الشرقية لخنيونس أحمد غانم الميادين أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هانية أن الاحتلال يعتقد أنه باستهداف أبناء القادة سيكسر عزيمة الشعب الفلسطيني وشدد على أن هذه الدماء لن تزيده إلا ثباتا على مبادئه وتمسكا بأرضه وأضاف أن العدو الإسرائيلي واهم إذا ظن أنه بقتله أبناء سنغير مواقفنا مواقف هانية تأتي بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي سبعة من أبنائه وأحفاده في قصف استهدف مخيم الشاطئ في قطاع غزة سقوا أرض الرباط بدمائهم فلفهم تراب غزة حازم وأمير ومحمد إسماعيل هانية ومعهم أبناء لهم شهداء فلسطين المقاومة بقادتها وشعبها بمقاومتها وعائلاتها بنسائها وأطفالها وبكل روح عصية على الانكسار فيها على درب الانتصار ثبات في المسار قيادة من الشعب وله تصنع الأمل بالألم والنصر بالشهادة حازو شرف الزمان يقول إسماعيل هانية شرف الخاتمة في بداية عالم أعاد طفان الأقصى تشكيله وفي ملحمة حطمت أسطورة إسرائيل بجيشها وأمنها وكل ما يتفرع منها ويدعمها حازو شرف المكان على أرض المقاومة والصمود على أرض لم يبرحوها ظلوا واستشهدوا في شمالها في مخيم الشاطئ الشاهد الحي على آلة قتل ممنهج وإبادة جماعية بشراكة دولية طالت كل ما ينبض حياه دماء أبنائه ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا الصامد كلمات هانية اختصرت نهج التحام دماء أبناء أرض المقدسات قيادة وشعبا أمام احتلال يواجه استحقاقا وجوديا فيشن عدوانا انتقاميا اختيال عن سابق إصرار وهمجية في محاولة للي ذراع قيادة مقاومة تحالفت في وجهها أقوى الجيوش والأساطيل والأنظمة فصمدت وواجهت وأوجعت وجعلت التحرر أمرا واقعا ستون من أفراد عائلته ارتقوا شهداء في طفان الأقصى ليس مستغربا من قادة وطنيين أحرار رموز فلسطين والأمة رموز التطحية والقوة والإنسانية في زمن الخذلان والتخلي عن القضية إرادة لا تنكسر لشعب تقف قيادته في مقدم المقاتلين يودعون في الذات أكبادهم وأفراد عائلة على مذبح الحرية اليوم أبناء إسماعيل هنية وقبله في معارك مختلفة على مسار النضال الطويل ارتقوا شهداء من عائلة القائد محمد الضيف والقياديين خليل الحية ومحمود الزهار وغيرهما كثيرون هو خيار الأحرار على كل أرض تنبت مقاومين خيار قادة المقاومة الحقيقيين عوائلهم مع شعبهم وجماهيرهم وأهلهم ومقاومتهم ما دامت المسيرة مستمرة والمقاومة مستمرة وقوافل الشهداء مستمرة فإن الشهداء حاضرون في كل بيت وفي كل أسرة هكذا يقول السيد حسن نصر الله مستذكرا نجله الشهيد هادي هي تضحيات الأمناء على القضية من أجل القضية دماء ستثمر نصرا لا محالة هذا وباركت حركة حماس لرئيس مكتبها السياسي ارتقاء أبنائه وأحفاده السبعة وشددت على أن استهداف جيش الاحتلال قادة الحركة وأبنائهم وعائلاتهم ما هي إلا محاولات يائسة من عدو فاشل في الميدان الحركة أكدت أن الاحتلال يتوهم أن تصعيد إرهابه ضد أهل غزة سيحقق له إنجازا في مسار المفاوضات وشددت على أن هذه المحاولات لن تفلح في كسر إرادة الصمود لدى كل أبناء حماس والشعب الفلسطيني في غزة ولم تزيدهم إلا ثباتا وإصرارا على مواصلة المعركة حتى دحر الاحتلال وممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبدالهادي أكد أن قيادة حماس لا تتعامل بردود فعل في إطار مقاربتها لمسائل تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني عبدالهادي وفي حديث إلى الميادين شدد على أن العدو لا يعرف أنه لا يمكن أن يؤثر في قيادة المقاومة والمقاومين من خلال استهدافهم بل يزيدهم قوة في الحقيقة العدو الصهيوني غبي جدا ولا يعرف بأنه لا يمكن أن يؤثر على قيادة الحركة على قيادة المقاومة على المقاومين من خلال استهدافهم وإنما يزيدهم ذلك صنابة ويزيدهم بأسا في مواجهة الاحتلال العدو الصهيوني الذي فشل طيلة ستة أشهر من تحقيق أي إنجاز في الميدان وفشل جيشه فشلا ذريعا بالرغم من امتلاكه المقدرات عسكرية فائقة بدعم أمريكي غير محدود فشل أمام المقاومين وبدأ كالأطفال بل كالدومة أمام المقاومين والصور التي بثتها كتائب القسام عن عملية الزنة تؤكد ذلك يذهبون لاغتيال المدنيين للأبناء شعبنا الأطفال والشباب المدنيين العزل والنساء ويذهبون لكي يرتكبوا المجازر وحرب الإبادة بدوره قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي إحسان عطاية أن تقديم الشهداء هو عنوان لمرحلة انتصار لا عنوان ضعف وفي اتصال مع الميدين أشار إلى أن اغتيال أبناء هنية يدل على مدى ارتباك الاحتلال الذي لم يتمكن من تحقيق أهدافه المعلنة يدل هذا الاستهداف على مدى الإرباك والتخبط الصهيوني الذي حتى الآن لم يستطع أن يحقق أهدافه المعلنة على الرغم من الدخول في الشهر السابع لهذه الحرب الهمجية الوحشية حرب الإبادة والتجوية على غزة من هنا نحن نستطيع أن نقول أيضا بأن هذه المحاولات لضرب معنويات قادة المقاومة ولكسر إرادتهم ستبوء بالفشل كما باءت كل المحاولات السابقة مسؤول العلاقات العربية والقومية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد أكد الوقوف إلى جانب هنية وحركة حماس وأسأل الوسطاء هل من المعقول أن تستمر الجرائم في غزة فيما المفاوضات جارية؟ أنا أعتقد أن هذه الضربة وهذا الإغتيال مخطط له وأن العدو يستهدف من وراء هذه الجريمة تحقيق بعض المكاسب أنه قد طال بعض قيادي المقاومة وبشكل خاص قائد مميز مثل الأخ يعني أبو العبد هنية ويحاول فعلا أن يكسروا معنوياته بهذا العمل أو معنويات غيره ولكنهم لن ينجحوا على الإطلاق بعث قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي برسالة تعزية إلى هنية وأكد سلامي في رسالته أن هذا العدوان على سيارة مدنية يعكس هزيمة الاحتلال أمام صبر سكان غزة وصمودهم التاريخية وأضف أن هذه الآلام والدماء ستصنع مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته وحريته وأن الإرادة الصامدة على القضية لم تتأثر بمثل هذه الجرائم كما شدد على أن حركة حماس بثباتها وعزتها وبمساندة جبهة المقاومة ستواصل نضالها العظيم أمام الاحتلال الإسرائيلي رئيس هيئة الحجد الشعبي فالح الفياض قدم كذلك التبركات والتعازيل هنية وأكد فياض في رسالته أن شهداء هم شهود على فداحة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الصابر كذلك أكدت كتائب حزب الله العراق أن هذه الشهادة ليست إلا نارا ستوقض المقاومة أكثر في وجه الاحتلال وشددت على أن النيل من إرادة المقاومين بعيد المنال على العدو مهما تجاوز قواعد الاشتباك بدوره شدد الأمين العام لحركة الجهاد والبناء جواد رحيم الساعد شدد على أن هذه الأساليب الإجرامية لن توقف حتمية الانتصار للشعب الفلسطيني ومعركته لأجل الحرية دعا وزير الخارجية الروسي ومنصق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وذكرت الخارجية الروسية في بيانا أن الطرفين الذين التقيا في موسكو أكداء أهمية إتاحة الوصول الآمن للمساعدات من دون عوائق إلى جميع المتضررين والمحتاجين وإطلاق سراح الأسرة وأضافت أنهما أوليا اهتماما كبيرا باحتمالات أحياء عملية السلام للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية وذلك بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع وفق تعبير البيان حث رئيس الأمريكي جو بايدن حركة حماس على قبول المقترح الجديد الذي تقدم به الوسطاء لهدنة في غزة يشمل الإفراج عن الرهائن وأكد أن حجم المساعدات التي تصل إلى غزة بعد مكالمة متوترة مع رئيس الوزراء الاحتلال لم يكن كافية الأمر الآن متروك لحماس على حماس أن تقبل العرضة وبعد ذلك يمكننا إعادة الرهائن وتحقيق وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع هذا ما نحتاجه الآن لقد أدخلنا خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من مئة شاحنة مساعدات ولكن هذا ليس كافيا ويجب إدخال المزيد من المساعدات أكد السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولين هولين وجوب أن ترى واشنطن أدلة على تقليل عدد الضحايا ومنع المجاعة في غزة قبل إرسال أسلحة هجومية إلى إسرائيل وفي تصريحات تلفزيونية شدد هولين على وجوب أن تحترم الحكومة الإسرائيلية الخط الأحمر الذي وضعه رئيس بايدن فيما يتعلق برفاح وضف أنه ينبغي عدم عزل أكثر من مليوني فلسطيني بسبب القيود غير الضرورية المفروضة على وصول المساعدات إلى غزة أفدت بوابة أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا يعتزم زيارة تل أبيب اليوم لتنصيق الإجراءات في حال وقوع هجوم إيراني وذكر المصدران أن كوريلا يعتزم أن يلتقي وزير الأمن الإسرائيلي أفغالنت وغيره من كبار المسؤولين في الجيش وأشار إلى أن إسرائيل تستعد لرد إيراني مباشر محتمل إلى ذلك قالت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أكد في اتصال هاتفي بوزير الأمن الإسرائيلي أفغالنت أن واشنطن ستقف إلى جانب تل أبيب ضد ما وصفته بأي تهديد من إيران بيان للخارجية الأمريكية أوضح أن بلينكين وغيرانت نقشا جهود إطلاق سراح جميع الأسرة من خلال اتفاق لوقف فوري للنار في غزة كلما طال أمد الحرب الإسرائيلية على غزة تكشف المزيد من المشاكل التي يعاني منها جنود الجيش الإسرائيلي والشرطة وحتى الإسرائيليون وفي مقدمتها مشاكل الصحة النفسية وعوارض ما بعد الصدمة هذا التقرير لمنال إسماعيل مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السابع يسجل كل يوم مزيد من الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي حيث كشفت معطيات وزارة الأمن أن أكثر من 6800 جندي مصاب إضافي انضموا إلى شعبة التأهيل في الوزارة بعضهم إصاباته خطرة فيما أظهرت الأرقام أن 42 من الجرحة يعانون إصابات في الأطراف وواحدا وعشرين منهم يعانون صعوبات نفسية وعوارض ما بعد الصدمة مع تقديرات بارتفاع هذه الأرقام في الفترة المقبلة في المؤسسات الصحية يحذرون من اليوم التالي للحرب ويقولون إن الدولة غير مستعدة للتعامل مع ألاف الجرحة الذين سيحتاجون إلى تأهيل حينما يخرجون من المستشفيات الوضع في الشرطة ليس أفضل حالا من الجيش مع الكشف عن خشية قيادة الشرطة من موجة استقالة عناصر وضباط في الشرطة على خلفية نفسية بسبب التعرض لأهوال الحرب لدى الشرطة خشية من استقالة لا سابقة لها ومن طلب المئات وربما آلاف العناصر من الشرطة الاستقالة على خلفية وضعهم النفسي في ظل حقيقة أنهم شاركوا في أهوال السابع من تشرين الأول أكتوبر والأسبيع التي تلتها إلى الجيش والشرطة يعاني الإسرائيليون في ضوء الوضع الأمني أزمات نفسية وعوارض ما بعد الصدمة واتساع دائرتها حيث أظهر استطلاع للرأي أن 51% منهم يشعرون باليأس والخوف والقلق وأربعا وثلاثين منهم يعانون الاكتئاب في مقالة 14 منهم إنهم بدأوا بتناول أو زيادة تناول مضادات الاكتئاب والقلق والمنومات منال إسماعيل الميادين نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة واقتحم الاحتلال قرية المزرعة الشرقية شمال شرق رامالة في وقت عمدت فيه مجموعة من المستوطنين إلى إحراق مركبة ومنزل في قرية اللبن الشرقية جنوب ينابلس قالت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أن قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول الإسلامية وإسرائيل هو أكثر الحلول جدوى في ردع الاحتلال عن جرائمه وفي اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردغان شدد رئيسي على أن دعم الولايات المتحدة والدول الغربية لإسرائيل فضح الغرب ومؤسساته أكثر من أي وقت مضى أما أردغان فجدد إدانته الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق وفي اتصال مع رئيسي أكد أن طبيعة إسرائيل إجرامية وأنها باتت اليوم مكروهة ومعزولة أكثر من أي وقت مضى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان استعرض مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آخر تطورات المنطقة والعدوان على غزة والعلاقات الثنائية بين البلدين الجانبان أكد خلال اتصال هاتفي ضرورة انهاء جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال والمأساة الإنسانية بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية كذلك بحث عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آخر تطورات المنطقة والعدوان على غزة عبداللهيان أكد ضرورة التعاون والانسجام بين الدول الإسلامية للضغط على الاحتلال وداعميه من أجل إنهاء إبادة الشعب الفلسطيني في أسرع وقت وعبر عن أمله في تضفق المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو واسع بجهود الدول الإسلامية وتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته أفد مراسلنا في اليمن بشن الطائرات الأمريكية والبريطانية عضوانا بثلاث غارات على مطار الحديدة جنوب المدينة وبأربع غارات أخرى على منطقة الجبانة في الشمال الغربي منها إلى ذلك أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع أعلن استهداف قواته أربع سفن إسرائيلية وأمريكية في خليج عدن وأشدد على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في عملياتها حتى وقف العضوان على غزة نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى أربع عمليات عسكرية صباح يومنا هذا وعلى النحو التالي استهداف سفينتين إسرائيليتين الأولى سفينة M.S. داروين والأخرى سفينة M.S. جينا والتي تم استهدافها مجددا وذلك في خليج عدن استهداف سفينة ميرسيك يورك تاون الأمريكية وذلك في خليج عدن استهداف سفينة حربية أمريكية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة وقد تم استهداف السفن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المسيرة قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تعاملت بنجاح مع ثلاث طائرات مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة القوات المسلحة اليمنية في اليمن فوق خليج عدن والبحر الأحمر وأضاف بيان سينتكم أن القوات الأمريكية دمرت أيضا ثماني طائرات مسيرة في مناطق تسيطر عليها القوات المسلحة اليمنية وفق البيان أفدت مصادر لبنانية مطلعة للميادين أن الصير في اللبناني محمد السرور والذي عثر عليه مقتولا في بلدة بيت مري وقيل أنه كان يحول أموالا إلى أهال وجمعيات في قطاع غزة تعرض لتعذيب شديد قبل اغتياله المصادر كشفت للميادين أن الشهيد محمد السرور نقله القتل إلى شقة مفروشة لمدة شهر واحد تقع في بلدة بيت مري شمال العاصمة بيروت بهدف استجوابه وبعنف شديد وتابعت المصادر أن أوصات أمنية لبنانية أكدت تعرض السرور لعنف مرجحة بقوة أن الموساد وراء عملية اغتياله كما لفتت إلى أن الشهيد تعرض لتحقيق وهو مكبل اليدين وعمدوا إلى تعذيبه بالرصاص من قدميه إلى كتفيها حيث طلق أكثر من عشر الرصاصات وشددت على أن القتل كانوا على اتصال مباشر بتال أبيب خلال الاستجواب العنيف المصادر تابعت أن السرور لم يعترف لعناصر الموساد بما كانوا يريدون إكراهه عليه إذا قتلوه وغادروا وأبقوا التحويلة المالية التي كانت معه إلى جبهة الإسناد اللبنانية حيث أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف ثقنة زبدين في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأكدت إصابتها بنحو المباشر المقاومة الإسلامية أكدت كذلك استهداف موقع السماقة في تيل الكفر شوبة اللبنانية المحتلة بقضائف المدفعية وحققت إصابات مباشرة وللمزيد ينضم إلينا من جنوب لبنان مرسلنا حسين السيد نرحبك حسين ونسأل عن أبرز وآخر التطورات حتى هذه اللحظة في جبهة الإسناد اللبنانية نعم دينا يعني هدوء حذر يسيطر على الجبهة حتى هذه اللحظة هنا في جنوب لبنان ولكن نحن الآن موجودون حقيقة في قرية الهبارية هذه القرية التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية ارتكب في السابع والعشرين من شهر آذار الماضي جريمة بحق هذه القرية تحديدا خلفنا مباشرة يظهر مصرح الجريمة وهو مركز لجمعية الإسعاف اللبنانية حيث ارتقى بهذه الغارة الإسرائيلية سبعة شهداء من المصعفين اللبنانيين بهذا الاعتداء على أطراف هذه البلدة هنا في الهبارية ولكن رصدنا يعني رغم هذا الاعتداء الإسرائيلي أجواء العيد اليوم في الهبارية هناك حركة كثيفة في هذه البلدة رغم التهديدات والتهويلات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على أطراف هذه البلدة الحدودية التي تطل عليها المواقع الإسرائيلية في تلال كفرشوبة ومزارع شبعة المحتلة الآن للحديث أكثر عن أجواء العيد معنا مختار الهبارية عرفات عيسى لو تحدثنا قليلا رغم الاعتداءات الإسرائيلية اليوم على بلدة الهبارية يعني رأينا حركة كثيفة للسكان الحركة عيدة طبيعية طبيعية والعيد العالم ما متأسر أبلا بأي شيء بأي وضع اللي صارب البلد والناس أجت من بيوت أجت من مدينة الوضع طبيعي أبدا أبدا ما في شيء أبدا أبدا والحدث اللي صار الله يوحم الشهداء والناس عيدة طبيعية بالضيعة ما في شيء أبدا أبدا أي شيء واللي بدي أقوله بعد أجواء الضيعة كمان كثير جيدية وكثير منيحة والعالم صامدي وإن شاء الله ما بتترك أرضها ما بتترك هالبلد نهائيا شكرا مختار معنا أيضا دينا للحديث أكثر عن هذه الأحوال هنا في قرية الهبارية الأسير المحرر رجائي أبو همام اليوم يعني كنا نتكلم قبل الهواء أسير محرر كنت لسنوات في معتقى الخيام الإسرائيلي ولكن كنت تقول لي رغم كل هذه المعاناة التي عانيتها أن المقاومة هي الحل الوحيد اليوم مع هذا الاحتلال مئة بالمئة المقاومة هي الحل الوحيد لتحرير الأرض وهذا مهما كانت اعتداءات ومهما صبوا علينا النار نحن مستمرين بالصمود بوجه هذا العدو أصلا جاهل هو لو منه جاهل ما بفوت بمعركة ضد شعب فلسطين ضد شعب لبنان ضد كل إنسان وطني المقاومة هي الأداة الوحيدة لتحرير الأرض والإنسان الإنسانية يعني كلمة مقاومة يعني كلمة إنسانية ومهما يدللوا للناس أن المقاومة هي إرهاب وكذا لا المقاومة هي إنسانية وهي سبيل لتحرير الوطن شكرا لكم يعني دينا كما سمعنا وكما شهدنا هنا في بلدة الهبارية الصمود اليوم كبير في بلدة الهبارية رغم كل الاعتداءات الإسرائيلية على هذه البلدة وهؤلاء الشهداء الذين ارتقوا يعني في خلال عملهم هم مجرد مسعفون في هذه البلدة كانوا يقومون بعملهم اعتدى الطيران الحربي الإسرائيلي على هذه البلدة وأيضا تسبب بأضرار في المنازل المجاورة ولكن رغم ذلك سكان هذه المنازل لا زالوا فيها يعني هم رمموا جزء صغير من أماكن معيشتهم ولا يزالون صامدين فيها أيضا السكان الذين ربما هجروها في الأيام الماضية عادوا إليها في هذا العيد لإحياء أجواء العيد هنا وحقيقة شهدنا كثافة في العودة للسكان ومن أمام هذا المركز المستهدف يؤكد المواطنون هنا أنهم صامدون داعمون للمقاومة بقوة وأن المقاومة هي الحل الوحيد لهذا الاحتلال والاستئصال هذا الاحتلال ولردع العدوان الإسرائيلي على قرى الجنوب وعلى لبنان عموما وهذا الصمود و هذا الإسرار هو موقف معظم أهالي في قول مأتور للشهيد مهدي عامل لست مهزوما ما دمت تقاوم هذا قول مأتور للشهيد مهدي عامل نعم دينا كما استمعنا المقاومة هي الحل الوحيد هذا التأكيد دائما من جنوب لبنان شكرا جزيلا لك زميل حسين السيد مرسلنا من جنوب لبنان عيت الشعب بلدة لبنانية صامدة كغيرها من البلدات الحدودية مع فلسطين المحتلة الاعتداءة الإسرائيلية المستمرة لم تضعف عزيمة أهلها وهم يخضون اليوم معارك شريسة مع الاحتلال الإسرائيلي فاطمة فتوني والتفاصيل هنا في عيت الشعب هذه البلدة الجنوبية الحدودية مع فلسطين المحتلة تاريخ من المقاومة والمواجهات المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي على أطراف هذه البلدة وتحديدا في خلت وردا حيث خاض المقاومون أشد المعارك في تموز يوليو 2006 وواجهوا بكل بسالة المحاولات التسلل حتى سميت أم العز سموها أم العز وفعلا هي أم العز لأنه منصورة بإذن الله عيتها أم العج أم الأبطال الأم المقاومة هذه الحجارة نحن ما بنسأل عنها والبيوت ما بنسأل عنها نسأل عن كرام التنبأس واللز والكرام هل منسأل عنها هذه البلدة التي تقع مقابل أربعة مواقع عسكرية إسرائيلية تخوض اليوم أشرس المعارك في مواجهة الاحتلال وتستهدف الجنود وآلياته وتحقق فيهم إصابات مؤكدة نحن شعبنا شعب جبار نحن تعيشنا هون ما بنخاف من اليهودي لا ما بنخاف منه هو بيخاف مننا الحمد لله صار لدينا معادلة تقوية لدينا كفاءة صار هو دفاع ونحن هجومي وأكبر ذي لنا كل العالم اجت يعني على المقابرة الهون ومشاركة عظيمة مشاهد الدمار في عاية الشعب توحي وكأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الانتقام منها بعد هزيمته في حرب تموز يوليو عام 2006 إلا أن الأهالي يواجهون هذه المحاولات بالتحدي والصمود شيعت عيت الشعب في هذه الساحة تحديدا 13 شهيدا على طريق القدس في هذه المواجهة مقاومون لا أحد يعرف كيف ومتى سيخرجون لكنهم حاضرون دائما وفي كل الميادين من أجل الدفاع عن هذه الأرض أنا هون بالموقع الراحل الحمد لله إنه انقصف البات الله لا يردون الحمد للشباب لا أحدا صاب ويبقى ذا عيت الشعب اليوم صورة جلية عن قرى المواجهة مع الاحتلال والتي سيروي أهلها ذات يوم حكايات عن الصمود والانتصار وعودة الحياة إلى شرائينها من جديد فاطمة فتوني بلدة عيت الشعب الجنوبية الميادين كيف هي أجواء عيد الفطر في شمال قطاع غزة في ظل السمرار حرب الحصار والتجويع والقتل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين من شمال قطاع غزة محمود العوضية والتفاصيل يأتي الأيد هذا العام على شمال قطاع غزة في ظل ظروف استثنائية يعيشها قطاع غزة من حرب شرسة وحرب تجويع إحنا زي ما كنا بنحسس حال إنه في عيد بس وش يعيد طول ما أمه درسينه في الجنوب وأهلينه في الجنوب شعب غزة في ظلار كمان هال وش يعيد هذا الصراحة مش عيد لأنه في الشيء أهلينه مش شان ولا ستة ولا صاحبتي أنا مش رادي أشتري أصلا مواعي صاحبتي مش موجودة معي الصراحة زعل أنا أشهده هذا مش حرب هذا حرب إبادة الصراحة نفسي أنا نفسي أنا أكون زي أيب يعني زي أيب أنا أدم برا في بلد برا أنا أقول لأيتهم محسين في العيد إلا إحنا حربوا طلع الشوارع كيف نضمره نضمره كتير أول مرة يكون اجتماع الناس من أول بدء الحرب وهذا الشكل السبب الحرب والكله فقط بس لكن شايف الناس كثيرها هذا اليوم أنا شاء الحمد لله لأنه الأيد وقبل الأطفال يعني وفرحة والأطفال لش لا بسة هذه النعب لأولاد فيها من فرح لأولاد الأطفال من حرب الاحتلال والله العيد هو أول حاجة في حقنا وحق الإسلام وحق الدين والإسلام ما في منه كلام لكن الظروف اللي إحنا قاعدين من نور فيها ظروف صعبة بناتنا برا وولادنا برا مش مجتمعين يعني مش عيد إحنا لكن إحنا من الإسلام ومن الدين ومن حبنا للدين قبلنا أن هذا العيد لأن هذه فرحة رمضان وواجبة على كل مسلم حتى مهما تكلف التمن وكلف الظروف يأتي العيد هذا العام في ظل ما نحياه من حرب شرسة فرضها الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة حرب تجويع وحرب حصار على شمال قطاع غزة ولكن يبقى الأمل في الصغار الذين يحاولون أن يرسموا لأنفسهم أجواء يفرحون من خلالها بعدما نزع الاحتلال الإسرائيلي الفرحة من صدورهم محمود العوضية من شمال قطاع غزة الميادين فنزولا احتفلت بعيد الفطر في مختلف مدنها فرحة خجولة هذا العام وتأثر واضح بما يحصل في غزة وجنوب لبنان وسوريا هذا التقرير لعلي حجازي ظروف استثنائية رافقت شهر رمضان المبارك هذا العام وصولا إلى عيد الفطر كيف احتفل به المسلمون هنا في فنزولا أجواء عيد الفطر في العاصمة الفنزولية كراكس هذا العام مختلفة عنها في السنوات الماضية فالفرحة ممزوجة بالحزن والغضب بسبب ما يجري من عدوان إسرائيلي على غزة وجنوب لبنان وفي وجع بقلوب العالم وجع واضح جدا ففعنا من العيد هيدا مختلف شوي مثل فينا نقول مشبع بالحزن ولكن بالنهية نحن نحاول قد ما فينا نكون سعداء في فرح رسول الله صلى الله عليه وآله فبالتالي نحن ملزمين نكون فرحين بهذا العيد بس هالسنة مارئة عنا بمرارة أنه اللي عنده شهيد مثلا بجنوب لبنان فيش عندك ولا عائلة إلا ما فيها شهيد فيها بيت الدم وخصوصي بغزة كمان أنه غزة صار كلها شو هذا الحزن والتضامن مع فلسطين لم يمنعا الأطفال من الفرحي ولو في الحد الأدنى المركز اللي موجود فيه فتح مجال للأولاد الصغار بألعاب بفرحة بكذا بتلاقي هالطفل اللي بعده عم ينشأ جديد يعني عم يفرح أنه يجي على هالمركز الجلية العربية والمسلمة في فنزويلا عددها ليس بقليل والمشاركة في طقوس العيد لم تقتصر على الأجانب فهنا تعيش أقلية مسلمة وتمارس شعائرها الدينية بحرية مطلقة في هذا البلد اللاتيني من الواضح أن العيد مختلف هذا العام محزن أن علينا الاحتفال بيوم مميز بالنسبة إلينا في الوقت الذي يعيش فيه إخوتنا في فلسطين ظروفا مأساوية في ظرل صمت العالم وتجاهله حل عيد الفطر هذا العام على اليمنيين في ظل عدوان أمريكي بريطاني مباشر عليهم ما فقم معاناتهم الاقتصادية والمعيشية تفاصيل مع أحمد عبد الرحمة بالقليل من احتياجات عيد الفطر ومستلزمات أطفاله سيعود عبد الإله إلى منزله بفعل الظروف المعيشية الصعبة وانقطاع الرواتب وانعدام فرص العمل وارتفاع الأسعار الأسعار غالية فوق المعيشات والمعيشات يلا آخر السنة ويتقول لك 16.18 والله ما قد اشترينا حتى الربع ربع الحاجة ما قد اشترينا حال تنطبق على ملايين اليمنيين الذين أجبرتهم الظروف على الاكتفاء بالنزر اليسير من احتياجاتهم العيدية هذه المرة الظروف اليمنيين القاسية لم تنسهم غزة منهم من ألزم نفسه عدم الاحتفاء بالعيد تضامنا مع إخوانهم الفلسطينيين من باب التضامن مع إخواننا في غزة وفي أرض فلسطين ما عن البسش ولا أي حاجة من الادها التي اشتريناها على الإطلاق لا نعم ولا عبناءنا لن نترك غزة لوحدها مهما ظل العدوان البريطاني الأمريكي الإسرائيلي ومهما ظل التحالف لن نتركها ويتحدث التجار والباعة هنا عن تراجع إقبال الناس على الشراء بنسبة أكبر منها في الأعوام السابقة كما يقولون الإقبال هذا السنة خف على السنة الأولة بسبب العدوان بسبب انقاطعة الأفضاع الأمريكية بسبب انقاطعة الرواتب هذا الصدق يعني هذا أثر بالناس أجمع الشعب كله حتى في صنعة في عدم في كل بقعة في مارف في حضر مول في جورج في كل بقعة معاناة واحدة يتقاسمها اليمنيون جميعا مع استمرار الحرب والحصار فقمها هذا العيد العدوان الأمريكي البريطاني المباشر على بلد يعاني أسوأ أزمة إنسانية منذ سنوات بمشاعر وقلوب متضامنة مع غزة وبأيد خالية يصافح اليمنيون عيد الفطر متشبثين بالحياة والأمل والسلام والصمود أحمد عبد الرحمن صنع الميادين تمثل مهرجانات أسواق المدينة القديمة في حلب فرصة تقدمها الأمانة السورية للتنمية وغرفة تجارة حلب للمواطنين لتوفير متطالبات العيد ومستلزماته بأسعار تشجعية ومخفضة تخفف عنهم أعباء التضخم وترفع من قدرتهم الشرائية في ظل واقع اقتصادي ضاغط يلقي بظلاله على البلاد هذا التقرير من حلب معارض الباشر تشكل هذه الأسواق فرصة ليتمكن المواطنين من تأمين ما يحتاجه في أيام العيد من مأكولات أو حتى لبس في ظل واقع اقتصادي ضاغط وارتفاعي تسعر الصرف من جهة إضافة إلى التضخم الحاصل في البلاد ما يفرض ضعفا شديدا في القدرة الشرائية لدى المواطن السوري ما يجعل من هذه الأسواق حاجة ضرورية في كل عام بات رسما سنويا أسواق المدينة القديمة في حلب منذ تحرير هذه الأسواق وإعادة إعمارها تشكل محطة من محطات رمضان ومن الأيام التي تسلق عيد الفتر مهرجنا تسوق تتيح لروادها تأمين متطلبات العيد بأسلوب يخفف من تضخم وارتفاع الأسعار وتزيد هنا القدرة الشرائية للمواطن قرابة عشرة آلاف زائر يوميا على مدار أسبوع يستمر مهرجان أسواق المدينة وكذلك سوق فوانيس رمضان هم لا يعودون بالذاكرة إلى أيام خلقت كانت فيها هذه الأسواق تضييق بالوادي والبع أعب بيقى حزين وأعمل حسومات وسيحزون حسومات كنت أعب بيقى مثلاً لبواط الرجالي بـ 75 هلأ منزلينه للـ 60 بالحياة نزيم أصناف بقوليات وطارحين قصومات تصل إلى 40% على الرز والسكر والزيت والبيض والسمنة بالحياة الزحمة موجودة من أول يوم من المعراض لتاريخ اليوم تسعى الأمانة السورية للتنمية وغرفة تجارة حلب إلى التخفيف عن المواطنين من خلال طرح البضائع بسعر التكلفة الحسن وصل إلى 20% إلى 30% من بعض المواطن التجارة البائية التي شاركوا كمان شاركوا ملاحظين أن بشكل دائم في عنا عرض والعروض كانت حقيقية وقوية تساعد الأسر باحتياجاتها المنزلية أن كان بخلال شهر رمضان أو خلال أيام العين أجواء تسوق تراعي واقع الاقتصاد السوري لا تخلو في تفاصيلها من تراث المدينة الذي يرتسم هنا في ذاكرة كل من يرتاد هذه الأسواق أيد رئيس الأمريكي جو بايدن مسعى اليابان إلى عقد قمة مع كوريا الشمالية وعقب محادثات في واشنطن مع رئيس الوزراء الياباني أكد بايدن مجددا سعداد إدارته لإجراء محادثات مع بيونج يانج من دون شروط مسبقة نحن نرحب بالفرصة المتاحة لحلفائنا لبدء حوار مع جمهورية كوريا الديمقراطية ولذلك قلت مرات عديدة أننا منفتحون على الحوار مع كوريا الديمقراطية في أي وقت من دون شروط مسبقة لذلك أنا أثق في اليابان أثق برئيس الوزراء وأعتقد أن سعيه للحوار معهم أمر جيد إنه أمر إيجابي زعيم كوريا الشمالية كيم جينغ أون اعتبر أن الوقت حان للسعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى وخلال زيارته جامعة كيم جينغ أون للعلوم العسكرية والسياسية تعهد كيم جينغ أون بتعبئة جميع إمكانيات بلاده لتوجيه ضربة مميتة لأعداء البلاد من دون تردد إذا وقع التصادم العسكري الآن هو الوقت المناسب للاستعداد بشكل أكثر شمولا للحرب من أي وقت مضى ويجب على كوريا الشمالية أن تكون أكثر حزما واستعدادا بشكل مثالي من أجل حرب يجب الفوز بها من دون أي فشل وليس من أجل حرب محتملة فحسب هذه النشرة انتهت للمزيد زوروا صفحات الميادين على الانترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية لالقاء